مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب في هذه الحلقة الحدث الإيجابي اللي اخترنا نتكلم عليه رياضي بامتياز وهو الفرحة اللي دخلها فريق الوداد الرياضي على قلوب جميع المغاربة يترفوز مستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم فريق الوداد الرياضي لا يحصل هذا اللقب لأول مرة هو الثالث في تاريخه ولكنه كان بطعم خاص لأنه جاء بعد مباراة أسطورية أمام ند قوي على مستوى الفرق الإفريقية وهو نادي الأهلي المصري مباراة تتويج نادي الوداد الرياضي كانت أسطورية على جميع الأسعيدة لأنها عرفت أولا حضور مسؤولين دوليين مهمين في مجال كرة القدم على رأسهم رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف وكذلك لاعبين دوليين بارزين مباراة أسطورية أيضا لأنه تألقوا فيها عدة نجوم كان أبرزهم الجمهور لحجب أعداد غفيرة المركب محمد الخامس بالدار البيضاء وقدم دعم كبير للفريق كذلك اللاعبين أدوا بشكل جيد وتوج مجهودهم اللاعب زهير مترجي بهدفين منحوا الحمرة اللقب وفرحوا جميع المغاربة أما الفلوب فريادي كذلك وهو شغب الملاعب اللي كيحرم فريق الرجاء الريادي من جمهوره خلال مباراة الديربي أمام فريق الويداد الريادي لجنة التأديب التابعة للجامعة المغربية لكرة القدم خدت هذا القرار في حق فريق الرجاء الريادي إطر الأحداث اللي عرفتها مبارته في مواجهة فريق سريع واتزم بخريبها اللجنة صدرت عقوب عليه بعدم حضور الجمهور لمبارتين وكذلك عدم تنقل الجمهور وأيضا صدرت في حقه غرامات مالية الأولى قيمتها 50 ألف درهم بسبب الرشق بالحجارة والثانية 30 ألف درهم بسبب استعمال الشهوب الاصطناعية هذه العقوبات سيكون لها لا محالة وقع على فريق الرجاء الريادي لأنه كان يعول بشكل كبير على دعم جمهوره خلال مباراة الديربي من أجل الاقتراب من الصدارة حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة إلى الملتقى